هذا وقد أعلنت إيران الحداد ثلاثة أيام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تهران متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم في الأثناء أكد الحرس الثوري الإيراني أن اغتيال هنية على أراضي سيقابل برد قاس ومودع معتبرا الهجوم انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية هذا وقد عقد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اكتماعا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بحضور كبار قادة الحرس الثوري لمناقشة اغتيال هنية